فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى القصة وتكلمنا عن القصة في القرآن عليك نبأهم بالحق وقلنا كأن الآية تشير إلى أن هناك في مستقبل الزمان بعد نزول القرآن قصصا سيخرج عن منطقة الحق ليؤرخ لأشياء فيها تزيد على الواقع للحبكة وللعقدة أو للطرافة أو للاستمالة وفيه تخيل لما يستقبل وتوهوم لأحداث قد توضع لها عقد وتوضع لها الحلول فكأن قول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق عزل للقصة القرآنية عن أي معنى قصصي يأتي به العصر وقلنا إن الغرض من القصة في القرآن إنما هو تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاد المؤمنين معه الذين استقبلوا عنة الكفار حينما آمنوا وهم قلة مستضعفة وقلنا أيضا إن القصص حين يكون من المنزل إلى المنزل إليه يأتي ليسبت الأفئدة الإيمانية ولذلك يتكرر على قدر تقلب هذه الأفئدة وعلى قدر ما ينالها من عنة يتطلب كل يوم تثبيتا جديدا فلو نزلت القصة للغرض التاريخي لوقع التثبيت مرة واحدة ولجاءت الحركة للطرابية التي يتعرض لها المؤمنون بلا تثبيت جديد لهم ولكن القصة حين تكون مطلوبة من المنزل إليه فإن الحق سبحانه وتعالى يأتي بالقصة كاملة بكل لقطاتها وبكل عقدها وبكل حلولها في موضع واحد من القرآن كقصة يوسف لأنها هي التي طلبت إذن ففرق بين قصص يطلب الله وهو المنزل إعلام خلقه به ليسبت به الأفئلة هنا التكرار ولكن قصة طلبت من المنزل إليه فإن المنزل يجيء بها لماذا يجيء بها مرة واحدة لأنه لو جاء بها على لقطات لقيل إن الرسول يجيء من عنده فحينما يعرف كل لقطات يأتي لنا بها ولكن ما دام قد سألوا قصة يوسف مثلا فإن القرآن قد جاء بها قصة جامعة مانعة ولم تتكرر في القرآن وقلنا إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة لقطة جديدة وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق الإنسان تتكلم عنه كإنسان تتكلم عنه بشر تتكلم عنه باسمه وهو آدم تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة تتعلق به في كيف علم الأسماء اليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود تتكلم عن علة الامتناع عن السجود تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء خطته إيه؟ ما هو منهجه في هذا؟ إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لا بد أن يستوعب كل هذه اللقطات ولكن الله جعل كل لقطة في القصة موسما من التثبيت فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه